أنا مثلا عندي إحساس شوية أنه العمر قصير قالوا عنه التعلب لأن محدش من ضيوفه كان بيقدر ياخد منه حق ولا باطل تنبأ بوفاته قبل ما يموت وكان متدين جدا وخجول تعب جدا في آخر أيامه وكورونا قضت عليه أسرار في حياة الإعلام الراحل واقل الإبراشي ناس كتير جدا ما تعرفهاش تعالوا بينا مع بعض نفتح صندوق أسراره ونعرف مين هو التعلب اتولد 26 أكتوبر سنة 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدأهلية اتولد في أسرة من أبه وأمه وخمس أبناء وكان أصغر واحد في أخواته وكان متفوق جدا في دراسته وتخرج من كلية الإعلام سنة 1987 والده حسن الإبراشي كان صاحب محل حلويات وحافظ له قرآن الكريم ومات وواقل لسه في المرحلة الابتدائية كان لقبه بين صحابه وبيبه نسبة لمحمود الخطيب لأنه كان عنده مهارة كبيرة جدا في كرة القدم ولعب فترة في نادي شربين ما تعرفوش أن والد الإبراشي في بدايته كان صحفي واشتغل بعد ما تخرج في صحيفة صغيرة اسمها المستقبل وبعدها اشتغل في جريدة روزا ليوسف وبعدها اشتغل في صوت الأمة واستقال منها سنة 2010 والد الإبراشي قدم أكتر من برنامج في مسرته أشهرهم كان الحقيقة واللي حقق بين جميته والعاشرة مسائن على قناة دريم وآخر محطة ليه كان برنامج التاسع على القناة الأولى المصرية كان صحفي وإعلامي شاطر جدا والسجل بتاعه قوي وقدر يسجل باسمه أكتر من سبق صحفي زي قضية عبرت السلام وسر عداء مبارك للفريق الشازلي وأسباب اغتيال السادات وغيرهم وغيرهم كتير من النجاحات اللي عملها وقال الإبراشي كان بر بأسرته وأهل مدينته جدا وكان دايما بيسأل عنهم وبيشوف إيه طلباتهم وبيبلغهم للمسؤولين وبيحاول ينفذها الغريب بقى إن رغم كل النجاحات وحب الناس اللي كانوا عنده إلا إنه تم اتهامه في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك في 66 قضية وده رقم كبير جدا وآخرها كانت قضية تحريد على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية لكنه خد البراءة بعد أيام من ثورة يناير وقال الإبراشي كان حاسس إنه هيموت وهو صغير وكان دايما يردت جملة إن الحياة بتتخطف في لمح البصر وقال قبل كده في تصريحاته مع الإعلامي عمر الليسي العمر قصير وده إحساس دايما بيجيلي أنا بخاف من المجهول وعندي إحساس إنه فيه مصايب وأزمات وكوارث خاصة بعد ما توفت أختي في حدثة ووقعت بعربيتها في ترعة وفجأة ماتت للأسف الشديد وقال الإبراشي توفى يوم 9 يناير سنة 2022 وهو عنده 58 سنة بعد الصراع مع المرض بسبب إصابته بفيروس كورونا للعين وللعلم بعده موته خرجت أرمالته صحر رامي واتهمت الدكتور المعالج ليه إنه السبب في وفاته وقالت إنها كانت جريمة قتل مكتملة الأركان لإن الدكتور خدعه وقاله إنه عنده أراه سحرية اكتشفها بتشفي من كورونا خلال أسبوع وأقنعه إنه يعالجه في البيت عشان الاختراع ده ما يتصربش وإن المستشفى مش هتعمل ليه أي حاجة جديدة وطبعا الموضوع ده قلب الدنيا ساعتها وكانت قضية رأي عام لكن الدكتور ده طلع براءة من كل التهم دي بعد إثبات عدم وجود أي خطأ طبي أو أي حاجة تثبت إنه كان سبب فوفاة الإعلام الروحل وبس كده لو أنتم عايزين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن